طيب عايزين ندرس الفصائل بتاعتنا ونشوف الفصائل ديت ال H Antigen هنلاقي ان انا عندنا Plot Group O Has the greatest amount of H Antigen Reach an H Antigen Why? عشان هو يعني ما استهلكش ال H Antigen ليه؟ انه يتحول الى A أو B مفيش اللي هي الجينات اللي تقدر تحول ال H الى A أو B وبالتالي بفطلة ال H زي ما هي يبقى اكتر كمية Greatest amount of H Antigen هي الفصائلة O يليها بعد كده كل زي ما تشاهدين كده A to B A to B A1 طيب على النقيد اقل فصيلة least amount of H Antigen تحتوي على ال H اقل فصيلة تحتوي على ال H هي A1P ليه؟ لانها اقوى فصيلة تم استهلاك كمية كبيرة جدا من ال H في تكوين ال A1 اللي هو قوي جدا اقوى من A2 طبعا هنا بقى في A1 و A2 سنتكلم عليهم ان شاء الله letter on و كمان B يبقى كده يستهلك معظم ال H اللي عنده في انتاج ال A1 وال B موسيقى